أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة لشقيقه الرئيس سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان والسيد رياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان ولحكومة وشعب جنوب السودان وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية السيد بنوى بيتر قات كوث داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد قات كوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الإفريقية حيث أفنى حياته دفاعاً عن قضايا وطنه وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنصيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين